فيلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أماناء مكتبة الأسكندرية اللي بيضم نخبة عظيمة من الشخصيات الدولية البرزة خد بالك دولية وعدد مهول من العلماء والمفكرين المصريين والأجانب وهنا يثمن فخامة الرئيس السيسي جهود مكتبة الأسكندرية لنشر العلم والمعرفة وبيشير أن المكتبة وجهدها بتتكمل مع ما تسعى إليه الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات دي مكتبة اسكندرية تبني الجسور بين الأمم والحضارات أصلا ده الدور التاريخي بتاع مصر نحن نصنع الحضارة ونحن نبني جسور لأجل بقية الحضارات طيب في اللقاء آخر استقبل فخامة الرئيس رئيس طيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم وهنا أكد فخامة الرئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الإخوية الوطيضة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق الجميل اللي لما أنا زرته المرة اللي زرتها كنت مبهور باللي بيجرى هناك مبهور ليه؟ هذا حديث آخر نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام التقى السيد الرئيس عبد الفتح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين أحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والسيد ميجل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والدكتور مفيد شهاب والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية وثقافة المغربية الأسبق والشيخة مي بنت محمد الخليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والأسر والمهندس هاني عزر والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة والسيدة ساميا نيكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا والدكتور محمد سلماوي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس للمكتبة إيمانا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي مستعرضا في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشاعها الحضاري وقد حرس السيد الرئيس خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري استعكسوا بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب معربين عن بالغ تشرفهم معضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز ومؤكدين اعتزمهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس سمن جهود مكتبة الأسكندرية لنشر العلم والمعرفة مشيرا إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب مؤكدا دعم الدولة الكامل ودعم سيادته شخصيا للمكتبة ولدورها المهم ومشيرا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة فضلا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد عمار الحكيم رئيس طيار الحكمة العراقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة صرح المستشور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيضة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه مسمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه أعرب رئيس طيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله السيد الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق وحرص بلاده أعلى الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كفة اللقاء تطرق إلى استعراض المشهد السياسي العراقي بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر